بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أهلنا مرحبا بكم في رحاب حصتكم التي تعنى بتعليم أصول القراءات القرآنية وقواعدها نحن مع حصة التسهيل لقراءات التنزيل في عددها الخامس والثلاثين ولازلنا مع الراوي الثاني ابن ذكوان عليه رحمة الله لقراءة ابن عامر الشامي عليه أيضا رحمة الله ونسعد دوما باستضافة القارئ الجامع الشيخ حسين وعليلي أهلا مرحبا بكم شيخا الحسين في حصتكم التسهيل أهلا شيخا فاضل وأهلا بسادة المشاهدين الكارم ونسأل الله العظيم أن يرزقنا بركة هذه المجالس القرآنية الشيخ حسين كنا في الحلقة الماضية قد تطبقنا للمبادئ الأولى يعني أبواب البسملة وكذلك أبواب المد وهاء الكناية وتوقفنا عند الهمز المزدوج من كلمتين وكنا قد فصلنا في هذه الأبواب تفصيلا مملا كما يقال اليوم نستكمل مسيرة أصولي وقواعد الإمام ابن ذكوان طبعا بعد أن تذكرنا بترجمة مجزة لأراوي ابن ذكوان عليها رحمة الله بارك الله وفيكم شيخنا الفاضل الإمام عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان أبو عمر وقيل أبو محمد القرشي الفهري الدمشقي شيخ الإقراء بالشام انتهت إليه مشيخة الإقراء بدمشق ولد سنة 73 ومئة وتوفي سنة 42 ومئتين قرأ طبعا على ابن عامر بالواسطة لأن ابن عامر رحمه الله تعالى توفي سنة 18 ومئة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فالإمام ابن ذكوان قرأ على شيخ كثيرين أشهرهم أيوب بن تميم وقد قرأ كذلك على الإمام الكسائي المعروف صاحب القراءة وقرأ على المسيبي وتتلمذ مسيبي من تلامذة الإمام نافع وتتلمذ على يديه خلق كثير منهم ابنه أحمد وأبو زرعى وهارون بن موسى الأخفش وغيرهم رحمه الله تعالى نعم الآن أبواب الهمز المزدوج من كلمة واحدة شيخ حسين نعم تكلمنا عن الهمز المفرد في المرة الماضية الآن الهمز المزدوج أي اجتماع همزتين في كلمة واحدة تدخل همزة الاستفام وهي قطعية على الهمزة الأصلية وقد قرأها كلها ابن ذكوان بالتحقيق الهمزتين كحفص يعني أأنذرتهم سنأتي الآن بأمثلة وليس له إدخال ولا تسهيل كهشام نحن مرة معنا هشام رحمه الله تعالى أن له الإدخال يعني أأنذرتهم أو أأنذرتهم يعني له الإدخال له التحقيق وله التسهيل فيها بعض التعقيد يعني في رواية هشام نعم ورواية من ذكوان أسهل في هذا الباب ولها ثلاث حالات المفتوحة أو الهمزة المفتوحة أأنذرتهم أأسلمتم وقد قرأ رحمه الله تعالى قوله أأعجمي بفصلة بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية كحفص هكذا أأعجمي عربي هشام قوها بهمزة واحدة أعجمي أعجمي قرأ آلهتنا بالزخرف أآمنتم بالأعراف وطهة والشعرى بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية وبعدها ألف كنافع أهالهتنا أآمنتم هكذا وقرأ أأن كان ذا مال بالقلم بالاستفهام في قوله تعالى أأن كان ذا مال وبنين زاد لها همزة أأن كان يعني كحمزة يعني رحمه الله تعالى وسهل الثانية دون إدخال هكذا أأن كان ذا مال وبنين معنى كأن هذه الأمثلة الشيخ حسين فقط نعود إلى الشاشة كان هذه الأمثلة أعجمي آلهتنا آمنتم أن كان كأنها مستثنات من قاعدة الأم نعم وهي قاعدة التحقيق تحقيق نعم بالنسبة للهمزة المكسورة بعد أن رأينا الهمزة المفتوحة لأن الهمزة الأولى لا بد أن تكون مفتوحة فالثانية في الأول رأينا المفتوحة أن كان أنظرتهم إلى غير ذلك الهمزة المكسورة إن ذكرتم إذا إفكا حققها كذلك نفس الحكم عنده الهمزة المضمومة نفس الشيء أأنبئكم أأنزل أألقي كلها يحققها رحمه الله تعالى كحفص هذا بالنسبة لباب الهمزة المزدوج من كلمة واحدة الهمزة المزدوج من كلمة كنا قد رأيناه في حصة السابقة وفيما يتعلق بالإدغام والإظهار وهو باب كبير أيضا عند ابن عامر باب الإدغام والإظهار هو باب كبير كما تفضلتم شيخنا الفاضل فقد أدغم ابن ذكوان الذالة في التائي في كلمة الاتخاذ وقد مرت معنا سورة أواخر سورة الزمر والزمر وبداية غافر في المرة الماضية مثل قوله تعالى اتخذت فالذال عند التاء تدغم هذا يسمى باب الاتخاذ نعم باب الاتخاذ الأدغم دال قد في الأحرف الأربعة الذال والضاد والضاء والزاي مثل ولقد ذرأنا قد ضل أو قد ضلوا إلى غير ذلك والابن ذكوان في قوله تعالى ولقد زينا الوجهان الإدغام هكذا ولقد زينا أول إظهار ويقابل الإظهار ما يسمى بالفك بفك كلا الحرفين ولقد زينا وأدغم ابن ذكوان ذال إذ في الدال في قوله تعالى إذ دخلوا يقرأها إذ دخلوا هكذا وأدغم الدال في الثاء مثل ومن يرث ثواب الدنيا وأدغم النون في الواو في بداية ياسين وكذلك القلم ياسين والقرآن الحكيم نون والقلم وما يسطرون ننبه إلى أن المد يكون طولا نعم مد مشبع مد مشبع نعم وأدغم تاء التأنيث في الثاء والضاء كان الظالمة كورش من طريق الأزرق كذب الثمود هذا كأبي عمر مثلا أدغم الثاء في التأ قال كم لابدتم مثلا قال لابدت يوما أو بعض يوم إلا قوله تعالى أورثتم فإنه قرأها بالإظهار قرأ قوله تعالى كالذلك يلهث ذلك بالإدغام يلهث ذلك في سورة الأعراف فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك بالإدغام أظهر قوله أظهر الباء عند الميم في قوله تعالى يا بني يركم معنا قرأها بالإظهار اركب معنا في سورة هود قرأ لا ما هل وبل بالإظهار في القرآن كله بخلاف هشام كان يدغم كان يدغم هل تعلم له سمية مثلا في قوله هل تعلم هل تعلم يعني باب اللام في هلوة وبل معروف عند القراء أنه أصل من الأصول وتراجع تفاصيل باب الإدغام لأنها فيها استثناءات وفيها كلام يعني فتراجع بوابها في كتب المطول شيخ حسين نستان نقول بأن رواية ابن ذكوان في باب الإدغام يعني أقل مقارنة بالإدغام في رواية هشام حقيقة نعم وفي المقابل باب الفتح والإيمال الإيمال عند ابن ذكوان أكثر منها عند هشام نعم الآن باب الفتح والإيمال وهذا هو محلها فقد أمال الراء في فواتح السور ألف لام ري ألف لام ميم ري أمال الياء في كاف هاي عين صاد أمال الياء هنا أمال ابن ذكوان بعض الكلمات مثل هير التوريه جيئ شيئ فزيدهم في صورة البقرة وما أدريك حمير وانظر إلى حميرك عمرين الإكريم إكريه وهكذا أمال الراء والهمزة في رئي إذا وقع بعدها متحرك مثلا فلما جن عليه الليل رئي كوكب الإيمال في الحرفين نعم لأن بعدها متحرك رئي كوكبا ولكن إذا جاء بعدها ساكن فلما رأى القمر يميلها وقفا نعم زال سبب الإيمالة وصلا له في بعض الكلمات السابقة الوجهان كالفتح والإيمالة وطبعا تراجع في مظانها من المطولات لأن الباب منها الشيخ حسين هنا كم بعض الكلمات كأدراك مثلا يقرأها بالفتح بالفتح ويقرأها بالإيمالة بالإيمالة نعم قرأ مجراها بضم الميم وفتح الراء وفاقا لنافع حفص مثلا يقرأ بسم الله ما جريها ومرساها الشيخ حسين هنا فقط لو تذكرنا في باب الفتح والإيمالة ما الإيمالة المقصودة هنا عند الإمام بن ذاكوان الإيمالة هي الإيمالة الكبرى الإيمالة هي أن ينحو القارئ بالألف نحو الياء وأن ينحو بالفتحة نحو الكسرة مع أن تكون الفتحة أقرب إلى الكسرة والألف أقرب إلى الياء منه إلى الفتحة وإلى الألف يعني بخلاف التقليل التقليل هو أن ينحو بالألف نحو الكسرة قليلا وكذلك أن ينحو بالألف نحو الياء قليلا إذا جعلنا هذا الميل كمعلم متعامد متجانس كما يقول أهد الرياضيات فإننا نجد الإيمالة قد تكون في وسطه أو أقل ولكن التقليل يكون أقرب إلى المتعامد هذا العمودي لو اخترت لنا كلمة أو كلمتين من هذه الكلمات شيخ حسين وقرأتها لنا بالفتح وبالإيمالة الصغرى وبالإيمالة الكبرى حتى تتمايز وما أدرك هذا الفتح هذا الفتح ويستلزم تفخيم الرأى وما أدرك هذا ترقيق كما هو عند ورش هنا ومع هذا التقليل أدرك هكذا الإيمالة وما أدرك ري شايف ليست كسرة خالصة لأن الكسرة خالصة أن نقول وما أدرك ري وهذه ري ري يعني فيها ضبط يحقق بالتلقي والمشافة عن المشايخ فلابد من التلقي هنا ليعرف القارئ ليضبط الكسرة من الإيمالة الكبرى الشيخ حسين إن تمائزت هذه الحالات الثلاث معنا هذا النطق أقرب إلى الصواب استطاع الإنسان أن يميز بين الفتح وبين الصغرى والكبرى نعم بارك الله فيك له في بعض الكلمات قلنا الكلمات السابقة له فيها الوجهة الفتح الإيمالة تراجع في ما ظانها من كتب إن فيها بعض التفاصيل فيها تفاصيلنا وقلنا قد قرأ كلمة مجراها هكذا موافقا لنافعين بضم الميمي وفتح الراء شيخ حسين بارك الله فيكم على هذه الأصول والقواعد العامة لرواية ابن ذكوان عن ابن عامر الشامي طبعا ولنا عود لباقي الأصول وباقي القواعد لرواية ابن ذكوان فهذا هو الجزء الثاني من أصول رواية ابن ذكوان سنطبق هذه القواعد وهذه الأصول بحول الله تبارك وتعالى في الجزء الثاني وقد خصصناه لأواخر سورة الكهف أظن إخواني المشاهدين سنعود بعد هذا الفاصل للتطبيق على أواخر سورة الكهف لا تذهبوا بعيدا أهلا ومرحبا بكم من جديد في حصتكم التسهيل لقراءة التنزيل ونذكر المشاهد الكريم بأننا مع الراوي الثاني ابن ذكوان علي رحمة الله لقراءة ابن عامر الشامي ونحن في الحلقة الخامسة والثلاثين قد وصلنا إلى أواخر سورة الكهف لكن نطبق عليها القواعد والأصولة الكلية الشيخ حسين مع أواخر سورة الكهف ونذكر بأن ما يوجد في المتن أو في وسط الصفحة هو برواية هشام وما يوجد على الهامش فهو برواية ابن ذكوان على براكة الله برواية ابن ذكوان إن شاء الله إن شاء الله وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدى على آثارهما قصصا فوجدى عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شيء الله صابرا ولا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إن لن تستطيع معي صبرا قال قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حامية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يا جوج وما جوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكن فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يوم إذن يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا إن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم بارك بارك الله وفيكم الشيخ حسين على هذه القراءة الماتعة والمحبرة والمتقنة نذكر المشاهد الكريم بأن رواية هي رواية من ذكوان حتى لا يستغرب بعض الكريمات التي تقرأ على غير المعتاد ونذكر المشاهد الكريم أيضا أنه يستحب يوم الجمعة أن يقرأ الإنسان صورة الكهف لية الجمعة أو في يوم الجمعة والأجر أن يكتب له نور إلى الجمعة القادمة ويغفر له ما بين الجمعتين هذا فضل كبير من الله تبارك لذا نهيب بالمشاهد الكريم أن يقرأ صورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة مع كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن شيخ حسين أمامنا هذا الجدول فيه أهم الكلمات التي تنبئ عن رواية ابن ذكوان فبيودنا لو تشرح لنا هذه الكلمات وكيف قرأها ابن ذكوان مقارنة مع جمهور القراء نعم بارك الله وفكم شيخنا بالنسبة لقوله تعالى قبل تقرأ قبلا وتقرأ قبلا كما قرأها حفص مثلا فابن ذكوان قرأها بكسر القافي وفتح الباء وفاقا لنافع لذلك لونت بالأحمر في المصحف نعم هزو أن كما ذكرنا وافق فيه نافعا أي أخذها بالهمز لمهلكهم قرأها كذلك وفاقا لنافع بضم الميم وفتح اللام بخلاف حفص الذي يقرأها لمهلكهم لذلك وينت أيضا بالأحمر نعم أنسانيه قلنا أخذ الهاء بالكسر وفاقا لنافع هذه قرأناها درسناها في الحصة السابقة نعم في قولة أنسانيه وكذلك كلمة الكلمة الموجودة في صورة الفتح ومن أوفى بما عاهد عليه الله فإنه كذلك أخذها بكسر الهاء معي أسكان الياء كذلك وفاقا لنافع في الموضعين أو في كل المواد هذه إضافة إضافة نعم نذكر بأن الخلافة فيها البحث فيها بين من يسكنها وبين من يفتحها معي أو معي هنا لونية بالأحمر لأن حفص يقرأها بالفتح بالفتح نعم وهو خالف حفصا وأسكانها وفاقا لنافع شاء كما مر معنا أنه يميل هذه الفتحة يقرأها شيئة فلا تسألني بإثبات الياء وصلا ووقفا أو بحذفها ووصلا ووقفا وقد أعدتها مرتين قرأتها أولا بالياء لأنه هو الوزه المقدم ثم أعدتها للدلالة على الوجه الثاني وهو كذلك كنت قد حضرت السؤال لما سمعتك تتلوها كنت حضرت السؤال كيف تقرأ هذه الكلمة كيف تقرأ وصلا ووقفا بالوجهين نعم بيودي لو تعطف عن الأوجه نعم فلا تسألني عن شيء هذا بإثبات الياء وصلا نعم فلا تسألني فلا تسألني عن شيء هذا بإثباتها بحذفها وصلا إذن قرأتها وصلا بالإثبات وبالحذف نعم وكذلك وفي الوقف في الوقف فلا تسألني هذا بحذفها في الوقف وكذلك فلا تسألني يجزلوا فيها كل الأوجه هنا يعني بوصلها وقفا ووصلا وحذفها وصلا ووقفا كذلك هشامق أوها بالإثبات وصلا ووقفا ووقفا نعم لذا كتبت في الأصل كتبت بإثبات الياء بإثبات الياء هذه الياء هي ياء إضافة أم ياء زائدة هذه ياء إضافة ياء إضافة وذلك إثبات الحذف ووقع الخلاف فيها بين من يثبتها ومن يحذفها إذن هي ياء زائدة نعم هي زائدة أنا قلت إضافة إضافة أخطأت ياء زائدة يعني الياء الزائدة هي التي يبحث فيها عن من يثبتها أو يحذفها نحن عندنا في قراءة النافع مثبتة مثبتة نعم فلا تسألني عن شيء يا أصلية التي تعتبر زائدة هي في صورة يهود نعم فلا تسألني ما ليس لك به علم نعم فلا تسألني ما ليس لك هذه الزائدة عندنا في قراءة النافع بارك الله وفكش بعدها الشيخ حسين لقد جئت هذا الإظهار الدالي عند الجيم لأن مثلا هشام يأخذ هذا بالإضغام لقد جئت لقد جئت شيئا لقد جئت هنا يأخذها بالفك هذا عند ابن ذكوان عند ابن ذكوان نعم نكرة ضم الكافة ابن ذكوان لأنه هشام يقرأها كحفص نكرة نعم وابن ذكوان يوافق نافع هنا نافع لتخذت أضغام إضغام عند ابن عامر يعني يوافق هشام ويوافق نافع يوافق ابن ذكوان ويوافقان نافع نافع رحمهم الله رحمة هذه غريبة رحمة نعم فعلا نكرة نكرة فعلا رحمة نكرة تعودناها أما رحمة لا حامية هذه كذلك حمئة حامية هناك من يقرأ بها في هذا الفرش كحمزة وغيره يعني فهذه مقرؤ بها في السبعة وفرش هنا نلاحظ شيخ حسين بأنه لتنوع الكراءات القرآنية القرآن يفسر بعضه وبعضا نعم عند عينا حامية حامية أو حامية حامية نعم جزاء قرأها بضم الهائي بدون تنوين هذا وفاق لنافع والتنوين كحفص جزاء جزاء الحسن السدين كذلك قرأها بضم السين وفاقا لنافع رحمه الله تعالى وحفص قرأها بالسدين مرة معنا في الهمز المفرد أنه يبدل يا جوج وما جوج وموصدها وغيرها من الكلمات فهنا يبدلها يا جوج وما جوج كذلك سدا يضم السين وفاقا لنافع يقرأ الصدفين هذه أيضا لم نعهدها نعم لم نعهد من الغريب في النطقي كذلك جاء يميل فتحة الجيم ودكا يقرأها بالتنوين كنافة نعم الشيخ حسين فقط وأنت تقرأ قبل قليل أواخر صورة الكهف فإذا بأستمع لكلمات توافق قراءة نافع مثلا السدين نكورا وكلمات أخرى توافق حفصا مثلا ثم أتبع سببا نعم فكأن ريويت بن ذاكوان أخذت نصيبا من هذا ونصيبا من ذاك نعم هي كانت في بلاد الشام على كل حال كلها قراءات صحيحة وكلها قراءات مروية من منبع واحد من منبع واحد من مشكات واحدة وهو القرآن الكريم كلها تسمى قرآنا والحمد لله على هذه الساعة أن الله عز وجل يسر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تقرأ القرآن الكريم بهذه الأوجه وهذه القراءات وهذا من تمام نعمة الله عز وجل أنه لم يضيق على أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا في قراءة ولا في فقه ولا في أي شيء فكل أمر أمة النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة من أمرها حتى في أخص شيء وهو القرآن الكريم شخص هذه الفرقات والخلافات بين القراءات يعني في بعض الأحيان يصعب استحضارها في المجلس نفسه لذا كبار القراءة الذين يجمعون أكثر من قراءة في تلاوة أو في مجلس يجب عليه أن يحضر أن يحضر هذه الفرقات وهذه الخلافات في ذلك الموضع هو يحضر ولا ودى أن يستحضر مثلا للموتون التي تذكر الفروق بين هذه القراءات خاصة مثل الإمام الشاطبي المعروف بحرز الأمان ووجه التهاني ومعروف بالشاطبية فقد بيّن فيه رحمه الله تعالى الخلافة بين القراء فإذا قرأ قارئ آية أو استشهد وتذكر واستحضر ما ذكره الإمام الشاطبي الشاهد نعم لم يصعب عليه سواء في باب الأصول كالإضغام والإظهار والفتح والإيمال والمدود وغيرها أو في الفرشيات فلا يصعب عليه أبدا القراءة بعد ذلك نعم الشيخ حسين بارك الله فيك على هذه القواعد النيرة التي نورتنا بها في هذه الحلقة المباركة ونذكر المشاهد الكريم بأن حصتنا اليوم كانت تتعلق برواية ميذكوان في جزئها الثاني لا يزال لها تتم في الحلقة القابلة بحول الله تبارك وتعالى لم يبقى لنا في هذه الحصة المباركة إلا رقم الأخير المتعلق بتزكية النفوس وبتربية وتهذيب القلوب إخواني مشاهدين لا تذهبوا بعيدا سنعود بعد هذا الفاصل أهلا ومرحبا بكم من جديد في حصتكم التسهيل لقراءة التنزيل ومع رقم التزكية وتهذيب النفوس ودوما لازلنا مع الإمام النووي قدس الله سره في كتابه الماتع الذي وضع الله عز وجل القبول التبيان في آداب حماة القرآن واخترنا اليوم هذا العنوان أخلاق حامل القرآن الكريم قال الإمام النووي قدس الله سره وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون وبنهاره إذا الناس مفطرون وبحزنه إذا الناس يفرحون وببكائه إذا الناس يضحكون وبصمته إذا الناس يخوضون وبخشوعه إذا الناس يختالون وعن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها في النهار انتهى كلام الإمام النووي شيخ حسين ما أجمل هذه العبارات وما أرقها بحق الإمام النووي هو طبيب نفس حقيقة يعني وقبله الإمام بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كبار القرآن نعم حتى قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يسمع القرآن غض طريا كما أنزل فليسمعه من قراءة ابن أم عبد رضي الله عنه ابن مسعود الذي كان يتدبر القرآن الكريم ويخرج لنا من مشكاته هذا الخير الكثير فقال رحمه الله ورضي عنه قال ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون ربنا جل وعلا في سورة الذاريات حين وصف المتقين قال إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون فصاحب القرآن الكريم نومه ليس كنوم الناس جميعا وإذاك ورد في الحديث أن القرآن والصيام يشفعان يوم القيامة فالقرآن يحاج عن صاحبه ويقول يا ربي أنا منعته النوم لأنه كان يقوم به ومن جملة ما يمتن به المولى عز وجل على أهل القرآن أنهم يقرؤونه آيات آيات الليل وأطراف النهار فإذا نام الناس ويقصد بذلك عواما الناس لأنه ليس لهم ما يقومون به فإن لحامل القرآن ما يقوم به بين يدي ربه فيناجيه بكلامه وليس أعظم من كلام الله عز وجل أن يناجي به الإنسان ربه فيتلو ما شاء له أن يتلو من القرآن الكريم كل كلامه ستين حزب هذه كلها مبسوطة يريد أن يقرأ بها ما شاء وهذا مما يغبط عليه حامل القرآن الكريم تتجافى جنوبهم عن المضاجع نعم بارك الله فيك تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون قال وبنهاره إذا الناس مفطرون يصوم في النهار إذا أفطر الناس وبحزنه إذا الناس يفرحون ليس معنى هذا أن النصاح حامل القرآن لا بد أن يكون كئيبا مكفهرا غضوبا لا يبتسم أبدا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أحد يبتسم كابتسامته وكان يعني صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه ولكن باعتدال وبصدخ ولا يفرطه في ذلك كانوا يقصدوا بالحزن هنا ذلك الوقاة وتلك الهيبة هيبة القرآن نعم نعم ذلك السمت الذي يجب أن يكون عند أهل القرآن نعم هذا هو الذي يريده الإمام بن مسعود رحمه الله ورضيه عنه موسيقى قناة القرآن الكريم الوسطية والاعتدال موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حيّ على الصلاة 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 اشتركوا في القناة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثوا اللهم مقاما محمودا الذي يعده اشتركوا في القناة 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 قناة القرآن الكريم ومن شغل القرآن عنه لسانه يانا الخير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة القرآن الكريم فيميزونه فيميزونه الله عنه عنه فيميزونه وايضا اشتركوا في القناة به اشتركوا في القناة